شهدت كربلاء عام 2022 جملة من الأحداث المختلفة وقد يكون الحدث الأبرز على صعيد الوضع الأمني هو انهيار قطارة الإمام علي عليه السلام غرب المدينة والتي راح ضحيتها العديد من الزائرين كما تجاوز أعداد حوادث الحرائق رقما مخيفا خلف العديد من الخسائر المادية والبشرية حدث القطارة بسبب تعقيد المكان وسبب كتل ترابية وحجرية سقطت على البناية وكان أكو أشخاص فارقة والحياة طبعا داخل هذه أسفل هذه الهنيارات الحادث استمرت جهود الإنقاذ أكثر من ثلاثة أيام بلغت عدد حوادث الحريق والإنقاذ في محافظة كربلاء المقدسة للفترة من 1-1-2022 لغاية ساعة أعداد هذا التقرير إلى 2800 حادث ما بين أغلبها حوادث حريق للأسف خسرنا بسبب هذه الحوادث 16 من المواطنين فارقة والحياة أكثر من 30 مصاب تم إنقاذ المئات وبشكل مباشر تم إنقاذهم من داخل الحوادث حريق أكثر من 22-25 شخص نعم هو أبرز الحوادث حقيقة السندة وجبنال والتغليف الأبنية للأسف من الداخل ومن الخارج بمواد مسرعة للحريق من الخارج التغليف يكون بمادة الأليكابون من الداخل يكون تغليف بمواد كمالية اللي هي الورقة الجدران أو الأخشاب أو الأصباغ الغير مطابقة لمواصفات الدفاع المدني كما سجلت مدينة كربلاء خلال زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام الأخيرة تزايدا كبيرا في أعداد الوافدين من داخل وخارج العراق وهو العدد الأكبر على مر السنوات الماضية وسط إجراءات أمنية وخدمية السنوات اللي ماضية يعني من عشر سنوات كانت عدد الزائرين قليل يعني مو مثل حاليا قبل ثلاث سنوات يعني بحدود الـ 3 مليون زائر أجنبي قبل سنتين كان تقريبا بحدود الـ 3.5 مليون زائر أجنبي قبل سنة كان تقريبا 6 مليون إلى 5 مليون زائر أجنبي هذه السنة زادت عدنا بالسنة تقريبا أكثر من 75 مليون زائر أجنبي عربي محلي وعراقي وعربي وأجنبي شهد هذا العام هجمة ممنهج للسيطرة على الكثير من الأراضي الزراعية والساحات الرياضية والمنتدات تحت مسمى الاستثمار من قبل جهات متنفذة حسب مواطنين نحن مزارعين وإجت عصابة متنفذة لأجل يطلعوننا من أراضينا اللي هي بإسامينا ونافذة لغاية 24 وهذا عدنا حنطة وهذا البيت فلشوا وفلشوا وجابوا شفال فلشوا البيت وزاحوا الحنطة هذه سبع اطنون ونص سبع اطنون ونص ودفنوها وهذه الموجودة بالأرض وهذه الموجودة بالأرض ويردون يطلعوننا بالقوة الحقيقة جاءت متنفذة تسيطر على كل المراكز الشبابية في كربلا أكثر من 12 موقع تم أخذها هذه البناء تسعين بالمئة نجازة كان كامل الآن يحلوها للاستثمار بعد تم إهماله وكذلك البقية منتدى النسو في الجمعية الآن هذا المكان بعد ما خلوا أخذوا هذه البناء يردون يأخذون الساحة المجاورة هذا المكان للآن محد يعرف من الجهة الماخذة جهات متنفذة المفروض أي عمل استثماري وفق قانون الاستثمار 13-2006 يخلون لافتة ينكتب بيها المدة والجهة المستثمرة وشنو اللي هو المنشأ اللي يردون يسوه ولكن للأسف المنشآت ده تسلب بطريقة كارثية وهذا ده يؤدي إلى فساد كبير هذا جدار ده تشوفه وشوف هذا المكان قطعة كالتلاف متر في حي الحسين مخصصة للثقافة والفنون تروح من الضريبة يقولونه محال تجارية الثقافة والفنون ده تصير محال تجارية يأمل أهالي المحافظة أن يحمي العام الجديد استقرارا على جميع الأصعدة لا سيمو أن هناك توجهات إيجابية وبوادرة إصلاحية ظهرت في خطوات الحكومة الحالية من كربلاء حسن هادي دجل الفضائية